احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله وليه الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين وتلازمين الى يوم الدين احبة في الله وحييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته وبعد الانسان عندما تعصف به الفتن والانسانية عندما تعصف بها الفتن وجب ان يلوذ المؤمن الى منهج رب العباد سبحانه وتعالى الى كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لان رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو اعلم بهم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يجعل العبد قائما مقيما نفسه على طريق الله وعلى الصراط المستقيم لو تلمسنا الحل العملي الايجابي من كتاب الله عز وجل لصلحت سرائرنا وصلحت ضمائرنا وصلحت ايضا ظواهرنا اما ان نصلح ما ظهر من ابداننا فقط ومن ثيابنا فقط ومن بسمات قد تكون ابتسامات يعني يعني فيها ما فيها او وراءها ما وراءها نحن نريد ان تبتسم القلوب ليس معنى ان ارى اسنانك البيضاء ان قلبك صاف مثل اسنانك لكن قد تلقاني انت باسنان بيضاء وثغر مفتر عن ابتسامه ولكن قلبك فيه ما فيه لا نحن نريد قلوبا مبتسمة منشرحة لا تحمل غلا ولا حقدا ولا ضغينة على مستم قلوب اذا اشرقت فيها انوار الرضا وانوار اليقين وتبخر منها الغل والحق والحسد اتت اكلها بفضل الله سبحانه وتعالى ضعفين اتت اكلها ضعفين بان صحت قلوبنا ثم الامر الاخر انها ترتقي لترى ما وراء غياه بالحجب وترى بنور الله سبحانه وتعالى ما رآه الصحابة اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله عز وجل اذا حصرنا الفتن التي تحيط باي انسان اي فتن هناك فتن كثيرة تحيط بالانسان تعالى معي ولدي المشاهد وابنتي المشاهدة اخواني واخراتي الفضليات من المشاهدين والمشاهدات لهذا البرنامج الاسبوعي القرآن والانسان ان الانسان المسلم اذا فتح كتاب الله ليقرأ مع فيه وتلا تطالعه صورة الكهف وصورة الكهف هي واسطة العقد في كتاب الله عز وجل لان نصف القرآن بكلماته وبآياته وبحروفه عند فاء فليتلطف في سورة الكهف ما قبل حرف الفاء من حروف يسوي تماما ما بعد حرف الفاء يعني بداية الحمد بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة سورة الحمد الى فليتلطف الفاء هذه يسوي تماما من ما بعد الفاء الى سين من الجنة والناس مع سورة الكهف الانها واسطة العقد جاء فيها قصص خمس خمس قصص موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف تظن عندما تراها انها متناثرة انه لا رابط بينها هذه القصص الخمس تمثل الفتنة التي تعترض المؤمنين في طريقهم والعجيب ما بين القصة والقصة في سورة الكهف تأتي دائما يعني ومضات وانوار عن الاخرة ما في قصة من القصص الخمس في سورة الكهف الا ما يتلوها فورا تتلو ايات عن الاخرة لماذا لان كأن هذه الفتن ليست الا في الدنيا وكأن العبد اذا بحث لنفسه عن الحل كيف ينجو من هذه الفتن انما ملاذه ان يذكر الاخرة وهل الاخرة تذكر ذكرا نظريا ام ان الاخرة وجب تنفيذ وتفعيل كيان المؤمن وعمل المؤمن ليلة نهار وحياة المؤمن تحت عنوان وان الى ربك المنتهى شتانا بين من يبحث او من يتوكر على الله كي يرزق رغيف او رغيفين وبين من يتوكر على الله لينصر امة باسرها شتانا بين من يبحث عن ثوب يكسو جسده او لقمة تسد جوعته او يعني سبحان الله حجرة تواري عورته وبين من يبحث عن نصر امة باسرها رافعا على ما لا اله ادى الله محمد رسول الله تعالوا سريعا الى بعض من الفتن التي تعرض لنا في الحياة وناخذ العنوان والمنهج الهادي والمصباح المنير من كتاب الله عز وجل في سورة الكهف انا لا اتعرض لتفسير السورة ليس هذا وقته ولكن انا اريد ان ااخذ من كل قصة يعني ما نستطيع ان نسد به فتنة من الفتن ثم ان كان في العمر بقية نفسها الا من السطح ان نكمل فلنكملها في حلقة اخرى ان شاء الله رب العالمين تبدأ السورة او اول قصة في السورة قصة هؤلاء الفتية الذين امنوا بربهم وقال عنهم رب العباد وزدناهم هدى الانسان لا يزداد هداه الا اذا هدى نفسه سواء الى سواء السبيل يعني الذين امنوا زدناهم هدى المؤمن مؤمن بطبيعته هدايته من منهج ربه من كتاب ربه ونهج نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الفتية امنوا بربهم وقال ربنا عنهم وزدناهم هدى ثم وربطنا على قلوبهم اذا هذه السلالة تنتظم مع السلالات الصالحة على مر التاريخ ام الكريم يعني ان كادت لا تبدي به لو لا الربطنا على قلبها الربط على القلب الانسان لما تنزل عليه المشكلات تنزل عليه الفتن تنزل عليه الابتلاءات قد يكون ايمانه ضعيف وعند الامتحان يكرم المرأة او يهان او كما يقول ابن قيم الجوزية سوف ترى اذا انجل الغبار افرس تحتك ام حماره يعني الانسان ينجلي عن حقيقة الامر هل هو له قلب قوي يعني يتحمل الصدمات ام انه يرسل في اول امتحان يقابله لماذا كان الصبر عند الصدمة الاولى لان الصبر عند الصدمة الاولى يدل على رصيد ايماني يأخذ الانسان منه فالرجل لما دخل على احد الصالحين وقد فقد ولدا له فوجده رابط الجأش مبتسما منشلح الصدر قال يفعل العاقل ما يفعله الجاهد بعد عشرة ايام يعني العاقل من الاول صابر متصبر مصطبر مصابر مرابط على قلبه لان رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يربط على القلوب يعني زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شتط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه اله اذا اول فتنة تعرض للانسان في الحياة فتنة الكفر وتزيين السوء وتزيين المعاصي وتزيين الانحراف وتزيين ان يعيث الانسان فسادا في الارض وتزيين تبخر التوحيد من قلب المسلم فالمسلم عندما تبخر التوحيد من قلبه لا تراه الا ممقة مقيتة لا تراه الا مبغضا بغيضا لا تراه الا شيطانا مريضا لماذا لانه تنكب الطريق تترك طريق الهداية وذهب الى طريق الغواية ترك التوحيد الذي له المنجات فيه وذهب الى للأسف الشديد الانحراف الذي لا ينجيه يوم القيامة ولا في الدنيا فاول فتنة تعرض للانسان هي فتنة تزيين الكفر والانحراف والبعد عن الله عز وجل والبعد عن قضية التوحيد واساسيات التوحيد ولذلك كانت قصة هؤلاء الفتية الذين امنوا بربهم هي فتنة الكفر التي وقفوا امامها بماذا بتوحيدهم الخالص لله عز وجل وركبوا من اجل هذا المشقة في ماذا في امور كثيرة هذه الامور سوف نزيدها توضيحا ان شاء الله ولكن بعد هذا الفاصل كنوا معي اين ذاب هؤلاء الفتية كيف قوموا هذا السوء من هؤلاء اصحاب الفتن التي سبحان الله المجتمع كله المجتمع كله ضدهم المجتمع كله على الكفر والشر المجتمع كله بعيد عن مرضات الله ولكن هؤلاء الفتية فتة قلة الله اعلم بعددهم لكن هؤلاء يعطوا رمزا لقضية الثبات على التوحيد والانسان عندما يثبت على التوحيد ماذا يصنع له قلبه اذا اشرق فيه قمر التوحيد فرت منه خفافيش لانحراف فرت منه بوم وحدقة التعدد او حدقة يعني وبوم البعد عن الله عز وجل وأن يشرك الانسان بالله ما لم ينزل به سلطانة عندئذ يستطيع العبد ان يقول ان فتنة الكفر التي تعم البشرية اليوم هذه الفتنة التي تعم البشرية في هذا الزمن كيف يعني كيف نقاومها نقاومها بان نثبت على توحيدنا كيف بان نتمسك بقرآننا كيف ليس بقضية القراءة فقط ولا بقضية الحفظ فقط ولكن بقضية التدبر ثم تفعيل القرآن ليصير كل واحد منا نسخة مصحفية تسير على قدمين هذه النسخة المصحفية يجب أن نراعي تطبيقها وتنفيذها حتى إذا رآنا غير مسلم رأى القرآن يتحرك في هذه الحياة حركة يبث فيها قضية التوحيد بين الناس لأن الإنسان عندما يثبت على توحيده ومعنى أن يثبت على توحيده أنه لا حاكم في هذا الكون إلا الله لا متحكبا في هذا الكون إلا الله لا غالب على أمره إلا الله لا يستطيع إنسان أن يتحكم إلا ولو في نفسه لا يستطيع وإنما يتحكم بما حكمه رب العباد سبحانه وتعالى يعني أحبة في الله أريد أن أزيد هذا الأمر توضيحا كي نقاوم هذه الفتن التي تعصف بنا وأولها فتنة الكفر والإلحاد التي تعم العالم كله إلا هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين ثبتوا على كتاب الله وهبتوا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا معا بعد الفصل إن شاء الله نكمل كيف نقاوم الفتن في زمن الفتن وقال الله إياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن أهلا بكم مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن هذه الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته يوما ما لأرى الفتنة تتساقط عليكم تساقط المطر فتساقط المطر هذا كان أيام وجود المعصوم صلى الله عليه وسلم وحوله النسخ المصحفية التي تتحرك بكلام الله وتسكن بكلام الله وتنتصر بكلام الله وتعلو على كل من في الأرض ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون هذا العلو إنما ليس علو والاستكبار يعني تلك الدار والآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة لكنه علو بما يعني أعطاهم رب العباد سبحانه وتعالى من عزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فإذن العزة هذه تعطي الإنسان الاستعلاء استعلاء ليس استعلاء التكبر وليس استعلاء التجني وليس استعلاء الفقر بالجنسية وبالعرقية وبالمذهبية وأنا أفهم وأنت لا تفهم وأنا معي إجازات علمية وأنت لا استمعك أنا من قبيلة كذا وأنت من قبيلة كذا أنا من دولة هذا الكلام الذي أنهاه الإسلام تماما دعوها فإنها منتنة هذه العصبية المقيتة التي ما زادتنا إلا فرقة وما زادتنا إلا بعدا عن كتاب الله عز وجل لكن إذا رجق الإنسان التوحيد الخالص رأى أن أقل الناس ربما أفضل منه عند الله رأى أن الناس وإن كانت فيهم عيوب ظاهرة يعني فربما يكون هناك فيه عيوب خفية إذا نظرت إلى الناس بعين من العيوب فللناس أعين كثيرة ترى في عشرات العيوب والإنسان لو شغل نفسه بأن يصلح عيوبه لانتهت حياته وما تزال هناك عيوب فكل بني آدم خطاء ولكن خير الخطائين التوابون لكن القضية في أن هؤلاء الفتية يمثلوا الآن الطائفة المؤمنة الموحدة الصادقة في هذا المجتمع طيب هذا المجتمع الذي نحيا فيه في مشرق الأرض ومغربها ستة مليارات تحيا من حولنا كم موحد فيهم وإذا رأينا موحدا كم من الموحدين المخلصين وإذا كان هؤلاء الموحدون المخلصون كم منهم يستمرون على هذا الإخلاص وإذا كان منهم من يستمر على إخلاصه من منهم يموت على كلمة التوحيد مخلصة يعني قلوبهم بهذه الكلمة ليست كلمة وإنما يتفعيل لحركة التوحيد وشهادة التوحيد وصدق التوحيد في هذه الحياة ولذلك ولذلك هؤلاء الفتية لما أووا إلى الكهف وهذه المرحلة الثانية من مرحلة اتقاء الفتن أنت تجد الفتن محيط بك من كل تجاه قلت لك يا أخي كل الناس يفعلون هذا كل الناس يأخذون الرشاوة لماذا أنت لا تأخذ كل الناس يسيرون أحوالهم بما تحت من وراء الستر ومن وراء الحجب وخذ هذا وهذا ربما يكون حلال من باب أن يسمى الحرام بغير أسماء أن تسمى الرشوة إكرامية وهبة وهدية وتأخذ مسميات كثيرة وهو يسمع أن هداي العمال غلول وهو يسمع عن ابن اللتبية الذي جاء وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي يعني ابن اللتبية هذا عامل من عمال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليجمع صدقات بني فلان فلما جاء قال الله الصدقات التي أنتم أرسلتوني من أجلها أتيت لكم بها أما هذا الجزء فهو هدية لي فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقال نرسل الواحد منكم لأجمع الصدقات فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه أولو كان قد جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء هذا الموظف المجرم الذي يرتشي والذي يفسد زميله الموظف الأمين والذي يجعل حوله شبهات وربما يحك له المؤامرات ويأخذ ما لا يحق له هل يظن أن رب العباد يبارك له فيه ألا يرى الموظف المرتشي والعياذ بالله تمرد والده عليه ونشوز زوجته عنه وبعد بنته عنه وعدم الود الموجود بينه بن جيرانه عدم الود الموجود بينه وبين نفسه ويظن أنه يجمع الحرام على الحلال كي يكثره كما قال حكيمنا العربي جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره عنده مئة حلال دخل عليهم عشرة حرام العشرة تضيع بركة المئة فلا بركة في مال ولا بركة في ولد ولا بركة في عمل ولا بركة في مجتمع ونظل مستهدكين لمنتجين تظل يدنا سفلة مع أن ربنا يقول لنا وأنتم الأعلون لكننا تركنا هذا العلو الإيماني وارتكسنا في حملة الأرض المسنونة التي هي عبارة عن ارتكاس إلى الأرض كهذا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها قال ربنا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها فمثله كما وصف القرآن كمثل الكلب والعياذ بالله أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث سبحان الله في كل الحالات وفي حالة نوعية وبعدين المرتشي كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا المرتشي إنسان زي صاحب المال الشرح كلما شرب ماء مملحا ماء مالح يزاد عطشه فيشرب أكثر وداوني بالتي كانت يداون هذا المرتشي نحن الذين نشجعه ما جعلنا نحن مرتشيا في مجتمعنا إلا لما كنا نحن من أهل الرشاة الذي نعطي الرشاوة ولكن لو امتنعت أنا وامتنعت أنت وامتنعت أنت لكن الكلام النظري لعدم وجود التوحيد الخالص في قلوبنا وليا شيخ الأمور لا تسير إلا هكذا لا تنتهي المصطحة والمعاملة إلا هكذا وليا أخي هل توقفت حياتك على هذه المصطحة؟ هل تظن أن برشوتك عن طريق الحرام تسير المصطحة وأن تستقيم على طريق الله بالحلال لا تسير؟ هذا شك في قدر الله هذا شك في التوحيد هذا غبش في التوحيد هذا بعد عن حقيقة التوحيد انظر إلى هؤلاء الفتية ماذا يقولون؟ يقول ما احنا المجتمع كله كافر ما احنا نكفر زي وخرات أو نداري وما فيش داعي والمداراة وكما يقولون دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم لو وسعنا هذه القاعدة صرنا منافقين والعياذ بالله رب العالمين لكن المؤمن يجب أن يقوم على الحق صحيح لا يصطدم ولكن يجب أن يعبر وبعدين تأتيه الابتلاءات هذا أمر الضهي سبحانه وتعالى فماذا يصنع الفتية المؤمنون؟ ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الإنسان الذي يريد أن ينهي معاملة معينة ويعلم أن هذا الموظف لن يعملها له إلا بالرشوة إذا أيقن صاحب المعاملة موحدا رب العبادة عز وجل وعالم أن هذا الموظف المنحرث المرتشي إنما قلبه بيد الله سبحانه وتعالى وجب على هذا المتعامل أن يوحد ربه ويقول يا رب قلبه هذا الموظف بيدك أن اللهم سخره لي بصدق يقين يذهب يجد الموظف المرتشي يوقع له وينهي المعاملة دون أن يدفع له لماذا؟ يجب أن يصدق التوحيد أولا لكن يقول والله أنا عملت لا أنت ما عملت بصدق لما ربنا يقول مثلا قال في صلت فصلة ادفع باللته أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يقول يا شيخ أنا دفعت مع عمي باللتي أحسن ومع أخي باللتي أحسن ومع أبي باللتي أحسن ومع جاري باللتي ولكن لا أقول لا كذبت وصدق الله كذبت وصدقت كلمات الله كذبت وصدقت آيات كتاب الله يقول هي معادلة ادفع باللتي أحسن قلبا وقالبا ما النتيجة فإذا الذي بينك لم يقل ثم الذي بينك لا وبعدين سوف ترى لا ما قال فإذا الذي هذه إذا الفجائية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظا عظيم صبر على ماذا صبر على التجارب صبر على الاتلاءات لكن أنا أريد أن أخذ إيمانا باردا أنا أريد أن أخذ ثمرة وأنا نائم على ظاهري قال عمر لأن من أحدكم على ظاهري وقال اللهم ارزقني ويعلم أن السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة هذا حديث التوكل لو تبقلتم على الله حق التوكل لرزاقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا تغدو يعني تتحرك تخرج في الغدا في البكور تتحرك وتذهب وتعود بطانة تعود مبطنة مليئة حواصلها لماذا؟ لأن تبكرت على الله ثم سعت وأنت تبكر على الله ولا تدفع الرشوة تبكر على الله وقف ممتشق القامة لا تنحني إلا لله وقل أيها الموظف أنهي هذه وقل في نفسك وإلا شكوتك للعليم الخبير سبحانه الإنسان يظن أن هذا ضعف إيش كوني أنا رجل صالح أنا أصلي قل ليه صلاتك لنفسك صيامك لنفسك أنت واجب عليك أن تعاملني معاملة طيبة ثم نحن يوم القيامة يا من لم ندفع رشاوة للموظف المرتشي سوف نتعلق في رقاب الذين دفعوا الرشوة ونقول له ونقول لهم أفسدتم علينا الموظف كان أمينا وكان راضيا براتبه ولكن لما وسعت عن تعريف الرشوة يأخذ في الرشوة الواحدة ما يوازي راتبه طوال العام عندما الشيطان يسيب له يقول لي آخي والله هذه لم تؤثر عليه ولذلك العطاءات التي تحت وراء الستر والمناقصات التي ترسو على الناس باتصالات معينة واسدين منتلوية لا يبارك رب العباد فيها تجد مشاريح كاملة في بلادنا الإسلامية يعني للأسف الشديد لا تتم على الطريقة التي نتمناها لماذا؟ لأن الخلل موجود في قلوبنا والخلل موجود في تعاملاتنا ولا تلقي باللائمة على آخرين ليلقي كل واحد مننا باللائمة على نفسه لأبدأ أنا لأكون من الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم رب العباد هدى وربط الله على قلوبهم فلما لم يجدوا مستمعا لكلام التوحيد الذي عندهم اعتزلوا الناس تستطيع أن تعتزل الناس بطريقتين في اعتزال قلبي يعني اعتزال قلبي عزل قلبي الإنسان قاعد وجالس مع أصحاب البلاو والفتن والمصائب ومنكرهم بقلبه قال علماؤنا من حضر معصية وأنكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها ومن كان بعيدا عن المعصية وتمناها بقلبه كان كمن حضرها أضرب مثال واضح خلينا نتكلم في واقع وأنا رجل أساسا يعني من سبب أن القاءة الكثير لا يقبر كلامي أني أبسط المسألة بوضوح حتى نضع أيدينا على مكمل الداء أنا لو يعني قال لي إنسان والله يا فلان كان عندنا بالأمس درس علم جميل أو فتحت وجدت درس جميل أو سمعت شريط أو كتاب قرأته جميل واستفدت منه كذا وكذا لو تمنيت أنت أن تكون في صحبته في هذا الدرس قد أخذت ثواب حضور الدرس وأنت لم تحضر إنما الأعمال بالنيات وهناك من يقول لك أسكت يا فلان ضع عليك نصف عمرك يا خبرت نصف العمر ضع يعني عمري اليوم مثلا خمسين أو ستين سنة ضعت ثلاثين سنة فجأة لماذا يقول لي يا أخي والله يعني كان هناك حفل جميل في كذا وكذا وكذا من البالي بالك فأنت ما حضرت يا خسارة يا ليتني كنت معكم فأخسر خسارة كبيرة من أسف أفوز كيف يخوز سبحان الله أنت ما حضرت ولكن تمنيت تكتب مع من حضر ومع أنت ما حضرت الرجل الذي يصير في عام من أعوام المجاعة ويجد الجبال من الرمال ومن الحجارة وبعدين يقول يا ربي وعزتك وجالك لو كانت هذه الجبال طعاما لو وزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك قال الله يا كريم يا موسى بلغ عبدنا أننا قد قبلنا منه صدقته الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى شوه العبد الصالح لما يقول أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي أنا لما أنام أقول يا رب هذا النوم في سبيلك أنت وأنام والملكة تكتب الحسنة ليه لأننا لو في يقظة يجب أن أعمل طاعة مش أنا في يقظة قاعد أخبط في فلان بلساني وأغتف فلان وأدفع رشوة لفلان وأزين المعصير لفلان وأضيع ووقتي فيما لا يحق يا أخي الواحد والله من الواجب يستحى على دمه يعني لما يشاهد شيء مش طيب يقول طيب الله عليك لو الرسول جاعد جنبي كده مش ينهرني مش يغضب مني معقول هيشاهد ما نشاهده نحن بلاش سيدنا رسول الله المعصوم خليك فيه عمر رضي الله عنه والله كانت درة عمر تعبت من كفرة الضرب علينا ولنا لماذا؟ لأن الإنسان يكون عنده حياء من رب العبادة عز وجل الحياء ده يخذ الإنسان يتقل له وفيه ناس يعني مش الحياء ولا فقط لا لهو يعمل الخطأ وهو يقتنع أنه صواب إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يا إله إلا الله ألا إنهم هم المفسدون هكذا رب العبادة يثبت عليهم الإفساد أنت تظن أن ما تعمل يخرج حساباتك قل هذا العمل هل يرضي الله؟ هل يرضي رسول الله هل يرضي العلماء؟ هل يرضي الربانين؟ هل يرضي القيم والمبادئ التي نعيش عليها في مجتمعنا الإسلامي؟ المسلم يكون صادق وإذا كان صادقا مع نفسه فهذا نصف العلاج أما أكون مريض ولا أستطيع الحركة وأدعي أنني بطر كمال أجسام وأنا لا أستطيع أن أصل إلى الباب إلا بعكزين أو بمن أستند عليه هذا مرض أكثر من المرض نفسه أن أدعي أنني قادر وأنا عاجز أبدا أن أقتنع أنني مقصر فإن اقتنعت بتقصيري واجب أن أضع منهج ما هو المنهج؟ أن أعتزد أصحاب الفتن عند اعتزالي لأصحاب الفتن رب العبادة سبحانه وتعالى يفتح لي بابا آخر من عزة أخرى ولكن سوف أزيدها توضيحا بعد هذا الفاصل كي نواصل ما الذي يستطيع الإنسان في زمن الفتن جنبنا الله إياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن كنوا مع بعض الفاصل بارك الله فيكم أهلا بكم مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ونحن نتواصل مع زمن الفتن اللهم إنا نسألك أن تجنبنا كل الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين هؤلاء فتية ضربوا لنا المثلة في أن يقوم الإنسان بدرء الفتنة بعيدا عنه بأن يثبت على توحيده أولا وبعدين يتضح له منهج آخر هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آله إذن وضح لنا كمؤمنين كموحدين أن القوم اتخذوا الدنيا غاية ونحن نتخذ الدنيا وسيلة اتخذوا المال غاية نحن نتخذ المال وسيلة اتخذوا الحياة الدنيا ما فيها من له ولعب وإلى آخره أنه يستمتع بها والمؤمن لا تحرم المتعة عليه أبدا ولا تحرم طالما قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق بالعكس المؤمن يستمتع بما آتاه الله شاكرا لله أنعمه بل بالعكس إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وأما بنعمة ربك فحدث ومعنى حدث يعني مش أقول أنا أعطيك لا 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 حدث يعني أشكر النعمة من جنسها أنت يا صاحب المال فوك كرب المكروبين حاول أن تسد دين المدينين زوج الشباب أعطي المحتاجين ابن مباني له وهكذا قف مع أبنائك وأولادك في غزة مدّا لهم يد العون هذا الغني طيب أنت يا صاحب الجاه استخدم جاهك استخدم جاهك في كل ما يعود على الناس والرعية والمحيطين بك بأي وسط تخير شوف أي شيء يدخل السرور على المسلمين أعملوا أنت ياهو العالم لا تنزوي في صومعتك قابعا في برجك العجي تنظر وتفرس أنت لست فعلاسوفا أنت أنزل إلى مستوى الناس وعشر مشاكل الناس وحل مشاكل الناس وعلم الناس ومن كتم علما علمه رب العباد إياه الجمه الله بالجم من نار والعزب الله يوم القيامة كل إنسان فينا وجب أن يعبد رب العباد سبحانه وتعالى بعد أن يدرس يعني ومع دراسته لأحوال الآخرين أحوال الآخرين يعني هم يريدون أن يصدون عن دين الله عز وجل وقد بدأت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ورب العباد بيّن الآيات بس المؤمنين أحيانا فيهم شيء من الطيبة لا أريد أن تتحول هذه الطيبة إلى غفلة أو إلى تغافل أو إلى استغفال لا نعايز المؤمن ناصح المؤمن يعني الله يرضى عن عمر سيدنا عثمان وسيدنا علي جاعدين في خيمة في عز القيض والحر وجدوا رجل يسير خلف بعيرين قال عثمان العري كان حريا بهذا أن يكمن حتى يذهب حر الهجير ثم يواصل رحلته قال لننادي عليه حتى يفيئ في الظل معنا فنادى يا أخر الإسلام يا أخر عرب تعال إلى هنا فسمع هذا الراجل الخلف السائر يعني الماشي خلف البعيرين عود إلى ظليكما ارجعوا للظل اللي عنده فإذا به أمير المؤمنين عمر قال عثمان العري عجبا يا أمير المؤمنين تعال في هذا الوقت قال بعيرين من إبل الصدقة خشيتوا أن يضل فيحاسب رب العباد عمر ويقول لما لم تهتم بهما يا عمر فقال عثمان العري من سره أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى عمر نعايزين القوي الأمين نريد صيغة أخرى من كريم الله موسى يا أبا تستأجر أن خير من استأجر القوي الأمين تجد موظف في المؤسسة أمين وصادق ولكن ضعيف لا قيمة له والتاني والعاذ بالله قوي وجبار ومتلطرس متكبر ولكن منحرف ومرتشي ونسأل الله السلام ويستخدم كرسيه في إدلال الآخرين وهو لا يظن أن الله سبحانه وتعالى عليه رقيب هؤلاء فتية آمنوا بربهم زادهم رب العباد هدى ربط على قلوبهم لما قاموا من ركدة الكفر هذا الذي أو كهف الكفر هذا الذي كان فيه قومهم هما بدأت الشاشة تتضح أمامهم شاشة التوحيد فطيب لما وجدوا أنفسهم قلة والحاكم والرعية والحاشة كلها والعاذ بالله كافرة قالوا إذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله قلس هؤلاء يعني وما يعبدون إلا الله هؤلاء اتعدوا عنه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف طيب الكهف هذا هو كهف ضيق مظلم لا وسائل المعيشة فيه لا وسائل للراحة لا وسائل للترفيه قالوا قال هؤلاء للتوحيد ركن في قلوبهم والأمام للتوحيد أثمر في القلوب يثمر إيه يثمر عظمة إيمان فأول كهف ينشر لكم ربكم من رحمته فنشر الرحمة لا بالمكان ضيق ولا ليس بالمكان وإنما بالمكانة بالمكانة هذا الكهف وإن كان ضيقا فهو عند المؤمنين متسع ليه لأن في هذا الكهف يوحد ربه في هذا الكهف يعبد ربه في هذا الكهف يبعد نفسه عن الشرك والكفر لا أدعو المؤمنين إلى العزلة ولكن أقول يجب أن تعتزل بقلبك هؤلاء الذين يشككون في إيمانك أن تعتزل بنفسك بعيدا عن هؤلاء ولذلك رب العباد بعدها بعد ما تحدث عن أهل الكهف هؤلاء الفتية المؤمنين بالله قال رب العباد مصبرا للمؤمنين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إياك أن يسمي لك أسماء معينة تجد سبحانه الله على المسرح أو على الواحدة عارية يقول لك هذا فن سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ما هواه هو يريد أن يكسب بأي وسيلة وتجوع الحرة ولا تأكل بثدييها لكن للأسف الشديد عندما يغيب قمر التوحيد وشمس التوحيد تغيب عن قلب الإنسان عندئذ يظلم ويصير حيوانا أعجب بل بالعكس الله الحيوان قد يرى الحقائق رب العباد في سورة الفيل وضح لنا قائلا ألم ترك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ما قال ربنا ألم ترك كيف فعل ربك بملاك الفيل أو بمروض الفيل أو بملابا بأصحاب الصحابي لا يصاحب إلا من هو أفضل منه فالصحابة أبي بكر وعمر صاحب من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب من هو أفضل طب الفيل هل هو الفيل أرقى من أصحابه نعم بلى لماذا لأن الفيل أبى أن يهدم الكعبة وأصحاب الفيل كانوا يريدون هدم الكعبة فكأن أصحاب الفيل موجودون في كل زمن إن الحيوان الأعجم واحد مسبح ويمن شيء إلا يسبحه حمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أنا أريد أن أقول إن العبد المؤمن الصادق وجب عليه بعد أن يستقيم على طريق الله يستقيم على التوحيد يأخذ نبراسا من سورة الكهف في هؤلاء الفتية حتى يتقي فتنة البعد عن الله وهذه أول فتنة من القصص الخمس التي في هذه السورة التي إن كنا من أهل الدنيا سوف نتابعها إن شاء الله في كل أسبوع من هذا الموعد كل يوم أربعين إن شاء الله في القرآن والإنسان حتى نرى كيف نتقي الفتن كيف نبعد أنفسنا عن الفتن كيف يتقي الإنسان الفتن ما ظهر منها وما بطن يبدو أن الأسئلة تبدأ في الهجوم علينا أو يعني نرحب بهذا الهجوم المستحب من أحبتنا وأبنائنا وبناتنا أول اتصال إن شاء الله محمد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله دكتور عمر الله أحفظك يطول في أمرك إن شاء الله يعافيك وليدك من العلم يا رب يرضى عنكم يا رب الله أمين دكتور دعودي في نفس الموضوع الحلقة مشكلة مع مدير أو كبير مدراء العمل اللي عندي اللي أنا شغال فيه العمل المشكلة إن كل ما أجيب مشروع مفيد للعمل مثلا تدريب يساعد أي مشروع يخص العمل نعم أيوة تدريب يساعد الموظفين على التدريب يأخذ المدير وبعد فترة يجي يقول لي هذا موضوع يعني سيء أو يعني زي ما يقوله يكسر مجادي فيه يعني يكسر يعني اهتمامي بالتطوير وهذا بعدين يجي في تخلي موضوع يقول لي إشراك أبغالي أرض على البحر أبغالي أرض ومدريفين أبغالي مدريفين يعني داخل موضوع بزنس برا العمل معنى الموظف حكومي نعم ظاهروا الصلاح منتحي ورجال كبير في الشم وكذا لكن ما أجل شفت أعمل الله يوفدك دكتور بارك الله فيك الله يرضى عنك يا رب بارك الله فيك سيد محمد شكرا الله لك الأخت أمه إبراهيم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام شكرا الله السلام عليكم مالك فيكم يا رب يرضى عنكم أود أن نشرب فهر أهلا وسهلا أنا أعمل وأتقاضى راتب جيد أيبه وهذا الراتب أنفقه على أهلي أنا أحب التصدق كثيرا يعني طيب وأحس أنه ما عندي أي مجال للطاعة هو هذا المجال طيب أحب أن أكثر من الصدقات طيب ولكن أحس أن أهلي في حاجة لهذا الراتب طيب فهل يعتبر إنفاق على الأهل من باب الصدقات طيب هل إنفاق على الأهل من باب الصدقات وجيلة أمه إبراهيم مداخلة شك نعم نعم حاولنا لتصل عليك كثيرا في تلفون المكتب نعم ولكن بصراحة يعني وهي ليس تشكوى يعني لاي حاط يحول الموظفين دون التحديد لا 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 بالعكس نحن وموظف المكتب في خدمة كل من يقول لا إله إلا الله إن شاء الله اتصلي بي إن شاء الله في المكتب صباحا إن شاء الله وأنا أرد عليك بإذن الله رب العالمي تباك الله بارك الله فيكم ثم عمر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا كيف حالك يا سيدنا الله يرضى عنكم بارك الله فيك على هذا البرنامج وفيكم يا رب وكثر الله من أمس سيدنا الشيخ الله يرضى عنكم نعم وبرك الله في أمرك الله يرضى عليكم وعلكم اخفظوا بس صوت التلفزيون شوي طيب تفضلي أم عمر نعم إن شاء الله أنا بدي أسألك يا سيدنا الشيخ يعني هالوضع اللي بتمر في الأمة العربية والإسلامية أيوة يعني هل هذا مثلا من قلة العدد والعدة مثلا في العالم العربي والإسلامي أو مثلا من قلة الدين مثلا الإسلامي أو يعني من قلة الالتزام بالدين يعني من قلة الالتزام بالدين طيب وأنا أردت مثلا آية في القرآن الكريم بالنسبة لبني إسرائيل وَلَتَعْلُوُنَّ مَرَّتَيْنِ وَلَتَفْسُدُنَّ فَسَادًا كبيرًا لَتَفْسُدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُوُنَّ عَلُوًا كبيرًا بسطة إسرائيل صار هالعلو هذا مرتين أعتقد أنه صار مرتين لبني إسرائيل طيب أعتقد أنه هم على حافة الهاوية وللسه مصر العلو الثاني لإلهاو طيب حعد بارك الله فيك وصل السؤال إن شاء الله لأخوائل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك الشيخ مات الله يرضى عليك يا ابن وبرك فيه والله يا شيخ ماتيس أهل بس أنا شاب في عادة ساية كنت حبيتها بطلها فجيت من سيكة المصحف يعني عادة ساية يعني تعاولت بطلها فجيت من سيكة المصحف وحلفت نسيك المؤمنة حيث أن أنا يعني أتحطف الأمر الواقع بقسمت على المصحف يا نعم أي ونعم وبحيث أن أنا أضطل عادة ساية لتقضى بربنا طيب فأنا أتحطف الأمر واقع فأنا يعني مش عارف طيب حاض أجيبك وعد إن شاء الله حاض بارك الله فيك طيب نجيب هذه الأسئلة إن شاء الله إلا ولا فيه سؤال طيب الأخت مريم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته كيف حالك يا شيخ الله يرضى عليك يا بنتي يكرمك يا رب أهلنا وسهل أنا كنت حابة سأل السؤال أنا في الجامعة وكثير عندنا الأختلاط طيب فأحيث أن الفتن كثيرة والبنات يعني طيب يعني أشوف مواقف يعني أنا أخاف وأخاف أن يوم الأيام أتأثر في هالبنات وأنا ما أبغي أتأثر طيب ما شاء الله عليك يعني مواقف الأختلاط يعني أبا أعرف نصيحتك ما شاء الله مريم شكر الله لك أنا أجابك إن شاء الله ما شاء الله يعني بنتنا مريم سألت سؤال في موضوع الحلقة الفتن والباقيين ما شاء الله يعني فتنونا بالبعد عن الفتن طيب على كل هرجاب الكل من باب الأمانة إن شاء الله ورب العالمين والمحب أول سؤال قريب من موضوع الفتنة الأخ الكريم عنده مدير في العمل زي يعني قال تعبير اللطيف الدارج العامي تكسر مجليفه كل ما يقدم له مشروع يعني يحبطه ويحاول ماذا يصنع كيف يتعامل معه ويلمح المدير عنده إلى أنه يريد منه رشوة معينة بأنه يعني يغضو في المزارع عنده يعني بهذا المنطق ماذا تصنع معه أن تكون في إطار العمل فقط ولا يهمك أبدا أنه هو يضع تحت درسك يضع تحت درسه تحت أسنانه تحت نظره هو المهم هو اللي تحت لأنك باستقامتك على طريق الله أنت أعلى باستقامتك على طريق الله أنت أفضل باستقامتك على طريق الله أنت أفضل عند الله إن شاء الله رب العالمين ونزكيك على الله ولا تخف من هذا فإن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن والعز بن عبد السلام لما دخل على حاكم مصر يوما أيام قبل حرب القتز للتكار ووعظه وعظا شديدا فقالوا له يا إمام أما خفت أنت تحدث السلطان قال أراد الشيطان أن يعظمه أمامي فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي إذا به يصير أمامي كالفأر الصغير إذن الإنسان يعظم رب العباد تهون كل الأمور عليه وربنا معك إن شاء الله ابنتنا أم إبراهيم هي موظفة والحمد لله وتنفق على أهلها وتحب أن تتصدق هل الإنفاق على الأهل يعتبر من ضمن الصدقة طالما أنا غير مكلف بالإنفاق على أهلي هذا الأمر الأول الأمر الثاني ألا تكون هذه الصدقة لا للأصول ولا للفروع كما قال العلماء يعني أعطي زكاة المال لأبوي وأمي أو لزوجتي أو لولدي وابنتي أو لحفيدي وحفيدتي ما ينفع لا للأصول ولا للفرع ولا للزوجة لكن ما عدا هذا فالصدقات جائزة وبرك الله فيك تتساوى لأن أولى الناس بالصدقات أقارب الإنسان ابنتنا أم عمر وضع الأمة يعني هل هو من قدة العدد والعدد لا والله ما شاء الله عددنا أكثر من هموم الأمة والعدد ما انتصل المسلمون بعدد ولكن هو يجب أن نعيد حساباتنا لنبدأ بداية نصحية ونتقد فتن بعودتنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هل الإفساد الثاني لبني إسرائيل هي في هذه الأيام والله نرى والله أعلم بعلمنا المحدود القليل إن كان حسنا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن نفسه والشيطان والله ورسوله منه منه بريئان وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى أن قال رب العباد سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة وعد الأولى انتهي بأن الله يرسل عليهم عباد قال عبادا لنا وليبأس شديد فجاسوا خلال الديار دخلوا الديار دون حرب وهكذا حدد في زمن عمر رضي الله عنه لما تسلم مفاتيح بيت المقدس وكتب العهد العمري أن لا يساكن للمسلمين أحد من اليهود في مدينة القدس أوقف عمر أرض بيت المقدس وقفا إسلاميا يعيش في كنفه المسلمون والنصارى المسارمون الذين يعيشون فيها هذا هو موعد انهاء الإفسادة الأولى الإفسادة الثانية فإذا جاء وعد الآخرة قال ربنا ثم ردادنا لكم وكررات عليهم وأبدل لكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة قال ربنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا أجوهكم وليدخلوا المسجدة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا يعني إلى أن قال في نهاية الإسراء وثم قلنا من بعده من بعد موسى يعني ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل سكونوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل فجمعوهم في مكان واحد إيذان بنهاية هذا الكيان المهل ابننا وائد كان يسأل أنه أقسم على المصحف على شيء معين أن ينهي أمر معين يصنعه غير طيب وماذا يصنع يعيد التوبة مرة أخرى ويعيد العهد مع الله عز وجل ويدعو الله في سجوده كما يا ربي أن تتحول بين المرء وقلبه حل بيني وبين معصيتك وهذا الدعاء لنا جميعا يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيني وبين معصيتك آخر السؤال كان من ابنتنا مريم وهي تعاني فتنة الإختلاط في الجامعة وتخشى أن يعني تتأثر بالبنات اللي هم يعني فكين شوية أو يعني مش متحرين لدقة في مسألة الحلال والحرام لوذي يا ابنتي بعد رب العباد عز وجل وبعد الأهل الطيبين في البيت بإن شاء الله رب العالمين بالبنات الصالحات وهنا كثيرات الحمد لله في الجامعة المصليات الملتزمات المحجبات التي إذا ذهبنا إلى الجامعة وقد وضعت كل واحدة من هنا أصباغا في وجهها حتى تصير يصير وجهة كلية للفنون القبيحة وليس للفنون الجميلة نسأل الله أن يحفظ بناتنا وأبنائنا من كل مكروه وسوء اللهم احفظ مجتمعاتنا من كل مكروه وسوء اجعل لنا يا ربنا في هذه الليلة الكريمة لا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا أسرته ولا كربا إلا أذهبت ولا هما إلا فريت ولا دينا إلا قضيت ولا ضالا إلا هديت ولا ميتا إلا رحمت واغفر لنا وارحمنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة الأجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سعدت بصحبتكم في هذه الحلقة نقمل حديث الفتن في الأسبوع القدم إن شاء الله كنا من أهل الدنيا لا تنسون من صالح دعائكم فأنا محتاج إليه دائما جزاكم الله عني خيرا برك لي ولكم في القرآن العظيم ونستدعكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر